فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية عايز أرحب بيكم بفيديو النهاردة طبعا الفيديو ده كالعادة فيديو مميز حنشوف من خلاله مجموعة متميزة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات الكهربائية الحديثة اللي مفيش أي ست بيت تقدر أنها تستغنى عنهم وده طبعا لأن جميع المنتجات والأدوات دي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت وغير كده كمان بتساعدنا على تنظيف وتنظيم وترتيب البيت عندنا بأفضل الطرق فلو أنت لسه ما نضمتيش لقناة الأدوات المنزلية اللي بتعرض لك دايما أحدث الأدوات والمنتجات تقدر أني أنت تنضمي لنا دلوقتي عن طريق الضغط على زر الاشتراك وياريت كمان ما تنسيش أني تتفعلك جرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة بإذن الله فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي المنتجات اللي حتتعلق معنا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو ده كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي تقدروا من خلالهم إن انتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها لبيتكم والمطبخكم في البداية هنا عندنا الوغناطيس الدبل فيس تقدر إن انت تثبت عليه مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية أو السخان الكهربائي السخان ده موفر للطاقة وسريع جدا في التدفئة تقدر إن انت تشغليه على الحامي وعلى البارد وغير كده في وقت ما انت بتشغليه ما بتسمعي لهش أي صوت وطبعا بيجي معه ريموت تقدر إن انت تتحكم به من خلال الريموت ده بعد كده حنشوف مع بعض عندنا ممساحة شبيهة جدا بممساحة البخار بس الممساحة دي ما بيجيش متوفر معاها الجزء اللي انت تقدر تضيفه به المية أو أي مادة تنظيف انت بتستخدميها أداة التنظيف دي بتتشحن عن طريق الكهربائي وتقدر إن انت تثبت عليها المناديل اللي بتيجي متوفرة عندك بالشكل الدائري طبعا هي شبيهة بالمناديل المبللة علشان تقدر إن انت تستخدميها في تنظيف مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده حنشوف مع بعض عندنا صندوق لتخزين أو تنظيم المناديل وكمان بيجي معاها جزء تاني تقدر إن انت تنظمي به مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك سواء في المطبخ أو في الحمام ودلوقتي حنشوف أداة تنظيف كرسي الحمام الأداة دي بتيجي عبارة عن جزءين جزء بيبقى عبارة عن فرشة والجزء التاني بيبقى عبارة عن قطعة من السيليكون تقدر إن انت تضيفي للأداة دي أي مية أو أي مادة تنظيف انت بتستخدميها وبعد كده من خلال ضغطة واحدة كل المادة دي حتنزل عندك في المكان اللي انت عايزة تنظفيه من كرسي الحمام وحتقدر إن انت تفركي وتنظفي بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وهنا حنشوف مع بعض عندنا القطعة أو المبشرة اللي نقدر إن احنا نقطع ونبشر بيها مختلف أنواع الخضار اللي بيبقى موجودة عندنا طبعا القطعة دي بيتوفر معاها كذا جزء أو كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر إن انت تثبتي عليها الشكل اللي انت عايزة وبعد كده تبتدي إن انت تقطعي البطاطس أو الجزر أو البصل أو التوم وهنا حنشوف مع بعض عندنا سنديء لتنظيم الشربات أو تنظيم الملابس الداخلية تقدر إن انت تثبتيها عندك جوة الدولاب بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وكمان بتحتوي على أجزاء صغيرة بتساعدك إن انت تقسميها على حسب حجم الحاجة اللي انت عايزة تنظميها به بعد كده معانا القطع اللي بتساعدنا إن احنا ننظم الأحزاية عندنا جوة الدولاب المخصص للأحزاية طبعا طريقة استخدامها سهلة جدا زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وفعلا بتساعدك على استغلال المساحة اللي بتبقى موجودة عندك جوة الدولاب الخاص بالأحزاية بالإضافة إن هي بتساعدك إن هي تخليلك شكله منظم ومرتب جدا ودلوقتي حتشوفي معايا البنيو المصنوعة من القماش طبعا القماش ده متين جدا تقدر إن انت تضيفي به المية وأي حاجة انت عايزها من الصبون أو الشامبو وبعد كده تقدر إن انت تعمل الشوار به وده طبعا الأشخاص اللي هما ما بيبقاش متوفر عندهم بنيو في الحمام ودلوقتي حنشوف مع بعض عندنا الفرشة الجميلة اللي نقدر إن احنا نستخدمها في كذا طريقة مختلفة ومن ضمن الطرق دي ممكن إن احنا نغسل بيها الأطباء أو الحلل ونقدر إن احنا ننظف بيها الحوض أو الرخام أو أي حاجة تانية إحنا عايزينها يعني الفرشة دي باختصار ليها كذا طريقة في الاستخدام بعد كده عندنا منظم الألمونيوم أو منظم السلوفان وطبعا بيجي معا جزء بيساعدك إن انت تقطعي ورق السلوفان أو ورق الألمونيوم بكل سهولة وتنظم بيهم مختلف الأكلات أو الأطباء اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده عندنا السلة الصغيرة المصنوعة من القماش طبعا السلة دي لها كذا طريقة في الاستخدام غير الطرق اللي تم استخدامها فيهم من خلال الفيديو ده ومن ضمن الطرق دي تقدر إن انت تنظم بيها البصل أو التوم وتقدر إن انت تستخدميها لتنظيم مختلف الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك من الملابس الداخلية أو الشربات وهنا عندنا منظم البقليات أو منظم الحبوب أو المنظم اللي تقدر إن انت تنظمي بيه الرز أو السكر أو الدقيق طبعا بياخد معاكي زي خمس أنواع من أي حاجة انت عايزة تنظميها في المنظم ده وغير كده بيجي معاك دام عيارية بتساعدك إن انت تعيري الكمية اللي انت عايزاها من الرز أو من السكر أو من البقليات بكل سهولة وهنا عندنا الجهاز اللي تقدر من خلاله إن انت تعملي الكرب بكل سهولة طبعا هو بيشتغل عن طريق الكهربة وزي ما انت شايفة معايا كده بيديك نتائج سريعة وهيلة جدا بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر من خلاله إن انت تعملي مختلف أشكال المساج بعد كده حنشوف مع بعض عندنا أداة التسبيت اللي نقدر من خلالها إن احنا نثبت مصفف الشعر عندنا على الجدار بكل سهولة طبعا ما تخفيش أداة التسبيت دي سبتة جدا والمادة اللاسقة اللي بتيجي متثبت عليها بتبقى متينة جدا بعد كده عندنا أكياس التنظيم اللي نقدر إن احنا ننظم بيهم الرز أو البقليات أو المكسرات أو أي حاجة تانية إحنا عايزينها بكل سهولة وغير كده إن المنظمات دي قابلة لإعادة الاستخدام يعني تقدر إن انت تستفيد منها كذا مرة بعد كده حتشوفي معايا الجوانتي اللي تقدر إن انت تلبسيه وتستخدميه وتستفيد منه كذا طريقة في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت من غسيل الأطباء والموعين أو تنظيف البتجاز لغسيل السجاد أو غسيل الحوض أو أي تنظيفات تانية أنت بتقومي فيها في البيت بتاعك وبعد كده معانا المنشر اللي نقدر إن احنا ننشر عليه مختلف الأحزية طبعا المنشر ده تقدر إن انت تستخدميه كمنظم أو تقدر إن انت تستفيد منه بس في فصل الشتاء لما الأحزية تبقى عندك مبلولة فتقدر إن انت تصفيها على المنشر ده بعد كده عندنا الممسحة الجميلة دي زي ما انت شفتي تقدر إن انت تفتحيها وتقفليها بكل سهولة وطبعا تقدر إن انت تنظفي بيها الميريات أو الشبابيك أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك والممسحة دي بيجي معها جزء مخصص تقدر إن انت تضيفيه له المية أو أي مادة تنظيف أنت بتستخدميها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي بيجي عبارة عن 3 رفوف تقدر إن انت تنظمي بيه مختلف الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك اللي بتبقى موجودة عندك في البيت دلوقتي حتشوفي معايا قطعة الجوز استخدامها سهل جدا وعملي وغير كده بتديكي نتائج سريعة جدا بعد كده حنشوف مع بعض عندنا أداتين في أداة واحدة الأداتين دول هم عبارة عن مكنسة وعبارة عن الأداة التانية وهي الفرشة المكنسة تقدر إن انت تنظفي بيها وتكنسي بيها أي حاجة موجودة عندك في البيت إنما الفرشة بقى علشان هي متينة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو فانت تقدر إن انت تنظفي بيها السجاد أو المكيت وتقدر إن انت تنظفي بيها الرخام بعد كده معانا القطع السيليكون اللي تقدرين انت تسبتي بها مرشي الحمام بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الفرشة اللي بتغنينا عن استخدام السلكة تقدرين انت تضيفي بها سائل غسيل الموعين وبعد كده تقدرين انت تنظفي بها مختلف الاطباق او الحلال اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا مجموعة من المنظمات نقدر ان احنا ننظم عليهم الكبات او علب العصير او مختلف الازايز اللي بتبقى موجودة عندنا وتقدرين انت تستخدميهم وتنظمي بيهم جوة التلاجة او برا التلاجة بعد كده حنشوف مع بعض عندنا مجموعة متميزة جدا جدا من الافكار والدكورات المختلفة اللي بنحتاجها في بيتنا فعلا واللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت بشكل عام تقدر أن انت تستفيد منهم وتستخدميهم بكذا طريقة مختلفة وخلال ما أنت بتتفرجي على كل الحاجات دي حبتدي أن أنا كلمك عن الطرق اللي تقدر من خلالهم أن تجيبي كل حاجة أنت محتاجاها طبعا في كذا طريقة تقدر أن تختاري الطريقة المناسبة لكي فبداية كده لو أنت عايزة طريقة معتمدة تقدر أن تجيبي كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق على إكسابرس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بانجود أو تطبيق إي بي طبعا التطبيقات دي مشكلاتها ان هي تكليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متفوتة يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية انما مثلا الشحن الامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتو تعتمدوها على حسب المكان اللي انتو متوجدين به بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي ويبيعوها عن طريق الانلاين وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انتو موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتو موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لأ بس اللي عايز اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدر ان انتو تكتبه في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتو موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حاسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف فتقدروا ان انتو تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا بخانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانه كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بتبغطي على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتو تضغطوه على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا ان انتو كتبوله في التعليقات وانا حرد عليكم في اقرب وقت ممكن واستنون يا شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سيبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة